محمد العنزي يعني أعماد قال كلمة حلوة قال الجيل هذا ذاق مرارة سدني وذاق حلاوة أروا الثلثاء الجاي هي حلاوة ولا مرارة من بوهانك نعم بكل تأكيد حلاوة ومسافة بس تسعين دقيقة ومسافة الأيام وسيحققها الهلال هذا ليس تخدير ولكن هذا منطق حينما تتحدث عن الهلال هو متمرس فريق منافس على بطولة الدوري وبطولة آسيا بينما بوهانج هنا شفنا كيف قاعد يصارع على الهبوط ونجى من الهبوط في الدوري الكوري إضافة إلى أنه بالمجمل بشكل عام الكرة في كوريا ما هي فيه أفضل حالاتها فبالتالي كل هذه العوامل ترجح الهلال أعتقد أن الهلال تسعين دقيقة فقط وسيحصل على اللقب هذا ليس تخدير كما ذكرت ولكن هذا المنطق الذي يتحدث طيب ليس من أخذها بمنظور آخر أبو لما ليس منقول أن الكرة السعودية هي التي تفوقت على الكرة الآسيوية في العوامل الأخيرة ليس بس الهلال بكل تأكيد الكرة السعودية وأيضا حينما نتحدث أيضا حينما الآن في مجمل نحصرها في ناديين نادي من السعودية ونادي من كوريا الجنوبية حينما نتحدث عن الحالة الفنية للهلال والحالة الفنية البوهانج فرق كبير حينما نتحدث عن المشاكل لدى الفريق الكوري هو من غمس بالكثير من المشاكل حينما نتحدث عن قيمة اللاعبين كم عدد اللاعبين في الفريق الكوري في منطقة بلادة أعتقد إذا ما خلتني الذاكرة لاعب واحد بينما أكثر من خمسة إلى ستة لاعبين من نادي الهلال فبالتالي كل هذه العوامل في مصلحة الهلال أضف إلى ذلك عامل الأرض والجمهور فبالتالي موضوع البطولة هو مسألة وقت لا أكثر ولا أقل إلا طبعا إذا حدثت مفاجأة في عالم كرة القدم ربما تحدث مفاجآت ولكن في هذه النهائة تحديدا أعتقد أنه نص بالمية ممكن أن تحدث مفاجأة شفت إلا هذا يا بولمة يعني يمكن تخليني أسترجع نهاية 2009 لجمع الاتحاد وبوهانك كل العوامل اللي أنت ذكرتها ترى مشابهة للوضع الحالي إلا مسألة عامل الأرض والجمهور لأن الاتحاد كان يلعب خارج أرضه ذكريان نفس الظروف والاتحاد كان المرشح وبوهانك كان سيء وكان يعاني منتخب الكوري ما كان عنده لاعبين من بوهانك محترفين الأجانب لا يقارنون بمحترفين الاتحاد في تلك الفترة فالنهاية اللي انتصر بوهانك هو اللي يأخذ الكاس وانت تتحدث عن إيش أبو رطيفة تتحدث وين المباراة أقيمت المباراة الأرض والجمهور لها دور كبير خصوصا حينما نلعب في شرق آسيا المنتخبات والأندي السعودية تعاني كثير حينما نلعب في شرق آسيا راح الهلال شرق آسيا وأخذ مباراة قدام أوراوة وجاء سدني لأستاذ الملك فهد تعطيني تعطيني والاتحاد الخماسي أعطيك عشر أم تلم لا والاتحاد الخماسي تعطيني مثال مثال يتيم أعطيك عشر أم تلم لا 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 أعطيك مثال يتيم أعطيك مثال ثاني الاتحاد في مباراة النهائية خسر هنا ثلاثة واحد وراح فاس خمسة في كوريا طيب طيب بالمقابل كم أنديتنا إذا عامل الأرض والجمهور في شرق آسيا قاعد تقلل منه لا ما قلل منه بس ما حطها مبدأ لا حطها مبدأ لأن حتى الاتحاد أخذ الظاهر كأس الكوس في الشرق أنت سألت فأسمع الجواب لكن أنت تعرف أنه وفيه يمكن كم ثانية متأخرة بيني وبينك فبالتالي كذا ما حنوصل لا يلا يلا قل 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 الموضوع بالنسبة لي أنا أرى أنه عملية الأرض والجمهور في شرق آسيا هذه معضلة كبيرة للأنديا السعودية والأنديا غرب آسيا هذا لا نختلف عليه مثل معضلة الأراضي الإيرانية لكن أن نجي نقلل من هذا الموضوع أنا أعتقد أنه أنا يمكن أنا فهمي قاصر في هذا الموضوع ويمكن أنت عندك معلومات لا محشو اطلاعا من هذا الموضوع هذه الجزئية أنا بالنسبة لي بفهمي القاصر أرى أنه المنتخبات والأنديا حينما تلعب في شرق آسيا لا 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 تكون لديها معاناة كبيرة جدا أمثلة بسيطة زي ما ذكرت الهلال والاتحاد ولكن في المجمل نحن نتحدث عن حالة عامة ما نتحدث عن شواذ فلما نتحدث عن حالة عامة نرى أنه فيه تأثير كبير اللي أبقى أقوله أنه حينما نتحدث عن بوهانج ترى أننا نتحدث عن بوهانج هو بطل لم يحقق دوري أبطال آسيا في تاريخه هو حقق النسخة القديمة في عام 97 عام 98 عام 2009 يعني أنت تتحدث عن كم عشرات السنين لا 2009 دوري أبطال آسيا بو لما أوكي دوري أبطال آسيا عفوا دوري أبطال آسيا بدأ من 2004 لا لا من قبل المسمى القديم المسمى القديم حققها مرتين مرتين وحققها في المسمى الجديد مرة واحدة اللي هو 2009 صحيح؟ صحيح فبالتالي حينما تتحدث من 2009 إلى 2021 هناك مسافة زمنية كبيرة الآن الفريق أتحدث عن حالة الفنية الحالية هل هذا بوهانج الفريق الذي حققها في 2009؟ إطلاقا لا هل هذا الذي ينافس على مسألة الهبوط في دوري بلاده والكرة بالمجمل العام الكرة في كوريا متراجعة بشكل كبير ندا للهلال؟ أعتقد لا فبالتالي حينما أتحدث أن مسألة الحصول على اللقب هي مسألة وقت فهذا هو المنطق وهذا العقل مع عدم إغفال أن كرة القدم ربما تحدث فيها مفاجأة ولكن في هذه المباراة أنا أرى أن نصف المئة ممكن أن تحدث هذه المفاجأة ترجمة نانسي قنقر